بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارت 3 رينفورسمنت ديفيلوبمنت لينسز بار كاتوفز ان الكنتينويتي ريكويرمنتز بنتكلم هنا برضو على موضوع الديفيلوبمنت لينس تعالى الاول نشوف اللي ممكن يحصل عندي في حالة وجود البار ادي البار اللي عندي البار ده ماشي بطول الكاميرا او الاسياخ اللي عندي ديت ممكن يحصل عندنا هنا ممكن يحصل لاما في مستوى رأسي زي ما احنا شايفين المستوى دوت او مستوى افقي زي الرسمة بي اللي احنا شايفنا يبا احنا عندنا او موض او فليار او ان هوروزونتال بلانز دول التو كيسز اللي ممكن يحصلوا في حالة بتاع الخرصانة حوالين حديد التسليح طيب ايه تعريف الديفيلوبمنت لينس اللي هو اللي دي بنقول انه هو الشورتر لينس او بار in which the bar stress can increase from zero to the yield strength f y يبقى ادي السيخ اللي عندي انا عايز مسافة معينة l d اللي stress فيها حيزيد من zero لغاية لما يوصل قيمة ال f y يبقى ده تعريف ال d بنقول ال l d used since the bond stresses vary along a bar in a tension zone زي ما احنا شايفين ده البار موجود في منطقة tension zone ده توزيع البوند stress بيزيد وبيقل تبع النهايات بتاعة السيخ اللي موجود طيب ال l d بيتحسب ازاي anyway according to the ci code هو اكبر من او يساوي 12 inch طيب احنا عندنا مجموعة عوامل بتأثر على ال l d اولا قطر السيخ فاحنا هنشتغل على حالتين اللي هما number 6 او اصغر او number 7 واكبر الحالتين دول هما l d على b بيساوي f y في مجموعة معاملات عندنا اللي هي alpha beta في لندا بيساوي 25 جزر f c دي حالة ديات بيبقى 38 في الحالة ديات بيبقى النسبة دي بتساوي 47.5 امتى بنستخدم الحالات ديات لما يبقى لكلير سبيسنج بتاع البارز عندي نط للزان ال d b او لكلير سبيسنج بتاع البارز being developed or spliced not less than اتنين ال diامتر بتاع البار والكلير كفر not less than ال diامتر بتاع البار يبقى دول الحالتين اللي بنستخدم فيهم المعادلات سواء في حالة number 6 او اصغر او number 7 او اكبر طب بقية الحالات بنحسب بيها ازاي بنقول لو انا عندي قطر السيخ اللي شغال عليه number 6 او اصغر يبقى l d على d b اللي هو ال diامتر بتاع البار 57 في حالة number 7 او القطر بتاع السيخ اكبر من number 7 المعادلة دي بتديك الرقم اللي هو 71 واللاحظ في المعادلات دي ان المعاملات alpha و beta ولندا بيساوي 1 ال f y اللي شغال عليها 60 k s i f c 4 k s i development lens ده بيوجود في l c i 12 2 3 دي الفقرات اللي بتقولك ازاي تحسب l d l d على الديامتر بتاع البار بيساوي 3 على 40 f y على جزر f c اللي هي المعاملات بتاعة الخرصانة في مجموعة المعاملات اللي هي alpha و beta ولندا على c plus k c t على الديامتر بتاع البار المعامل اللي تحت دوت او المقدار ده دايما يبقى اقل من 2.5 2.5 ليه علشان ما يحصل شي البول او الطيب فيليار النسيخ اللي عندك ينسحب من داخل الخرصانة ترجمة نانسيخ